يبدأ وزير الخارجية سامح شكر الأحد جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة وزراء خارجية لجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة بهدف دفع مصاري وقف الحرب دائرة في قطاع غزة وتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع وأوضحت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام إضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفضي أن الأردن سيفعل كل ما يلزم لمنع تهجير الفلسطيني أضف الصفضي في القمة الأمنية لحوار المنام الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين أن الأردن لن يسمح بحدوث ذلك أبداً فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب فإنه سيشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي محذراً من تفاقم الصراع الذي يؤدي إلى المزيد من المعاناة والتهديد بالوقوع في حروب إقليمية قال أنور قرقاش مستشار السياسة الخارجية للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان إن تصرحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو حول لوجود طويل الأمد في قطاع غزة متيرة للقلق وخلال قمة مؤتمر حوار المنام الأمني في البحرين أشار قرقاش إلى أن التطورات في قطاع غزة تؤكد ضرورة العودة للعمل على حل الدولتين ما يشمل دولة فلسطين وأخرى إسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب